طلابنا العزيزية طلاب الصف الرابع الابتدائي مشاهدينا الكرام السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم حلقتنا النهاردة هنشوف فيها مع بعض حلق اسألة التقييم الاسبوعي الرابع وعايزين قبل ما نبدأ نتفعل مع بعض على الفيديو من خلال الضغط على رمزة عجبني علشان يوصل لكل زملائنا علشان يستفيدوا تعالي دلوقتي نشوف اول نموذج من نمازل التقييم الاسبوعي الرابع ونحله بالتفصيل السؤال الاول عندنا بيقول لي اكمل يتكون الجهاز العصبي من نقط ونقط ونقط طبعا جسم الانسان بيتكون من مجموعة من الاجهزة واحد من الاجهزة دي اسمه الجهاز العصبي والجهاز العصبي بيتكون من ثلاث اعضاء اصغر منه اول واحد فيهم هو المخ وده يعتبر مركز التحكم في الانسان وبعدين الحبل الشوكي وبعدين العصاب يبقى لما يقول لي ان الجهاز العصبي بيتكون من نقط ونقط ونقط هكتب له المخ والاعصاب والحبل الشوكي لو كتبتهم بدون ترتيب عادة مفيش اي مشاكل اما السؤال التاني بيقول لي اكتب ما تدل عليه العبارة الخاصية او الصفة اللي بتمكن الخفافيش من تحديد موقع فرستها فيه صفة موجودة عند الخفاش بيخليه يقدر يصيد الفريسة بتاعته بسهولة وطبعا كلين عارفين ان الخفافيش بتنشط ليلا يعني بتعمل عملية الصيد للفرائس في اسناء الليل ازاي بتحدد مكان الفريسة عن طريق صدى الصوت اللي طالع من الفريسة يبقى الخاصية دي هي تحديد موقع الفرائس عن طريق الصدى يبقى ايجابتنا نكتبها مختصرة ونقول له خاصية تحديد الموقع بالصدى اما السؤال التالي بيقول لعلل ما يأتي يستطيع اليربوع القفز لمسافات طويلة ليه اليربوع بيقدر يقفز من مسافة لمسافة بعيدة تانية خالص عنها هنقول له علشان الاقدام او الارجل الخلفية لليربوع بتكون طويلة يبقى ممكن نكتب اجابة مختصرة ونقول لان رجله الخلفية طويلة اما السؤال الرابع عندي بيقول لي ماذا يحدث اذا ايه اللي هيحصل لو كانت عيون البوم صغيرة الحجم واحد من الحيوانات اسمها البومة يعنيها بتكون واسعة ايه اللي هيحصل لها لو كانت عينيها صغيرة في الحجم هنقوله في الحالة دي هتكون غير قادرة على تحديد الفرائس واستياضها بسهولة يبقى لجابة هنكتبها منساقة وهنقول عدم قدرتها على تحديد الفرائس بسهولة السؤال الخامس بيقول لي اسكر وظيفة واحدة للمخ في جسم الانسان طبعا مخ الانسان زي ما قلنا هو مركز التحكم في جسم الانسان بيعمل وظائق كثيرة جدا عايزين نذكر واحدة من الوظائق دي هنقوله ان المخ يقوم بمعالجة المعلومات وتفسيرها وتعالى دلوقتي نشوف مع بعض النموذج التاني من النماذج التقييم الاسبوعي الرابع في مادة العلوم لطلاب صف الرابع الابتدائي اول سؤال عندهم بيقول لي اكمل من امثلة الحيوانات الليلية نقط ونقط فيه بعض الحيوانات بتنشط ليلا يعني بتصطاد الفرائس وبتعمل العمليات اللي بتقوم بيها الحيوية في خلال فترة الليل من الامثل على الحيوانات دي زي ما احنا عارفين الخفاش وايضا البومة اما السؤال التاني عندنا بيقول لي اكتب ما تدل عليه العبارة وحدة التحكم الرئيسية في جسم الانسان عضو من اعضاء جسم الانسان بيتبع الجهاز العصبي وهو المسؤول عن التحكم بالكامل في جسم الانسان هنقول الوحدة دي هي مخ الانسان او نكتب المخ اما السؤال التالت بيقول لي علل ما يأتي يمكن للخفافيش تحديد موقع فريستها في الزرام السؤال هنا عايز افسره العبارة لقدامي ازاي الخفافيش بتقدر تحدد موقع الفريستة في اسناء الليل يعني في الزرام هنقول له السبب في ذلك لان الخفاش من الحيوانات التي تحدد موقع فريستها عن طريق صدى الصوت اما السؤال الرابع ماذا يحدث اذا لم تكن الاعصاب ضمن مكونات جسم الانسان لو جسم الانسان ما فهوش اي اعصاب ايه اللي كانها يحصل هنقول في الحالة دي سوف يكون هناك عدم وجود ربط بين مخ الانسان واعضاء الحس لديه يبقى لجابة هنقولها مع بعض مرة تانية منسقة عدم وجود ربط بين مخ الانسان واعضاء الحس لديه اما السؤال الخمس بيقول له اذكر وظيفة واحدة للحبل الشوكي في جسم الانسان طبعا الحبل الشوكي ده بيتبع الجهاز العصبي اللي موجود في جسم الانسان ايه هو وظيفته هنقول له من ضمن الوظيف اللي بيعملها بيعمل على نقل الرسائل من الاعصاب الى المخ ده النموذج التاني ودلوقتي هنشوف مع بعض النموذج التالت من نماذج التقييم الاسبوعي الرابع لطلاب الصف الرابع الابتدائي اول سؤال عندنا بيقول لي اتمن من الحيوانات التي لديها القدرة على تحديد موقع فريستها عن طريق صدى الصوت عايزين نذكر مثالين على الحيوانات دي هنقوله زي البومة وزي الخفاش الاثنين بيقدروا يصطادوا في الظلام في أثناء الليل عن طريق انهم يحددوا مكان الفريسة عن طريق خاصية او صفة صدى الصوت السؤال التاني بيقول لي اكتب ما تدل عليه العبارة اعصاب تتصل بالمخ مباشرة اعصاب موجودة داخل جسم الانسان وما توصلة بمخ الانسان مباشرة هنقوله العصاب هي الحبل الشوكي السؤال التالي بيقول لي علل ما يأتي الحيوانات التي تعيش في المناطق الحارة تنشط ليلا ليه الحيوانات اللي موجودة في الجبال والجبل معروف ان درجة حارته بتكون مرتفعة اثناء النهار الحيوانات دي بتبقى نشيطة في فترة الليل ايه السبب في كده هنقوله لتفاذي الحرارة المرتفعة نهارا السؤال الرقم 4 بيقول لي ماذا يحدث اذا لم تستطع الكائنات تحديد موقع فريستها زي البومة والخفاش ايه اللي كان هيحصل لهم لو ما قدروش يحددوا مكان الفريسة عن طريق صدى الصوت الخاص بالفريسة هنقوله في الحالة دي سوف تكون الكائنات الحية غير قادرة على صيد الفرائس وبالتالي طالما مش هتصداد فرائس يبقى سوف لا تحصل على الغزاء والطاقة اللازمة لحياتها يبقى يجابتنا هنكتبها منساقة مع بعض هنقوله عدم قدرتها على صيد الفرائس لتحصل على الغزاء السؤال الاخير عندنا بيقول لي اذكر وظيفة واحدة عايزين وظيفة واحدة او عمل واحد بتقوم به الاعصاب في جسم الانسان هنقوله انها بتربط اعضاء الحس بمخ الانسان يبقى رجابة نكتبها منساقة مرة تانية وهنقولها مع بعض الاعصاب اللي في جسم الانسان وظيفتها انها بتربط اعضاء الحس بالمخ وبكده صدقان العايزين نكون شوفنا مع بعض حل اسئلة التقييم الاسبوعي للاسبوع الرابع في مادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي بنسعد بتفعولكم معنا من خلال ضغطكم على رمز اعجابا اللي موجود اسفل الفيديو علشان دي بيخالي الفيديو يوصل لكل زملائنا علشان يستفيدوا كمان تقدر تشاركوا الفيديو مباشرة معهم لو انت استخدمت رمز المشاركة اما لو كنتوا اول مرة تشوفونه حبيتوا انكم تنضموا لوصريتنا نسعد بانضمامكم لينا من خلال ضغطكم على كلمة اشتراك او سبسكرايب اللي هتلاقوها اسفل الفيديو ايضا على امل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد تقبل واطيب تحياتي واصدق امنياتي لكم جميعا بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة